نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف ايش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم التخطيط الإصدار رقمي 2042 من أذنات الخزانة الحكومية الإسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في السادس من شهر نوفمبر 2024 وتنتهي في الخامس من شهر فبراير 2025 علما بأنه قد تم التخطيط الإصدار بنسبة 109% أوطح السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش أبرز الشرائح المالية التي يتم التركيز عليها في القطاع الاستثماري جاء ذلك على هامش النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024 في لقاء خاص لمركز الأخبار نركز على الشرائح اللي هي نسميه ديفنسف سكتر أو قطاعات منخفضة المخاطر نفس الاستثمار في القطاع الصحي القطاع التعليمي في اللوجستيكس وفي البرايبت كردت وهاي قطاعات منخفضة المخاطر وبالتالي تسمح اللي اللي كتاقولاني الريبيت اللي هي عادة التجربة الناس يدشون يشوفون ان الاستثمار مالهم آمن يحصون على العوائد البرومست وبالتالي يعيدون التجربة وهذا الشي ينطبق هاي البيسيك برنسيبل في اي بزنس فبالتالي احنا نحافظ على الثروات واستمراريتها طبعا في البحرين كثير من مدراء الاصول مقرها في البحرين وداما احنا نتكلم يقول الامباكت في البحرين مش المباشر امباكت الغير مباشر بين جي فتش ومأسات اخرى مالية اخرى كثيرة نستثمر كثير في مطغة الخليج نستثمر في امريكا وحجم الامباكت مال هاي الصناعة في البحرين جدا كبير والان مع اداء الاسواق المالية الخليجية تجاوز اجمال رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو وذلك للمرة الاولى في تاريخها وفق احدث احصائيات مصرف الامارات المركزي واظهرت الاحصائيات ارتفاع رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الامارات الى اكثر من 500 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على اساس سنوي بنحو 10.15% كما اظهرت الاحصائيات ان استثمارات البنوك العاملة في الامارات بلغت اكثر من 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي محققة اعلى مستوى في تاريخها انعقدت في ابو ضبي فعاليات مجلس اينكت تفعيل العمل بدعوة من معالي الدكتور سلطان احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لادنوك ومجموعة شركتها وذلك بمشاركة 80 من قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار في العالم لاستكشاف ومنقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ عقد المجلس تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والطاقة معا لتبكين مستقبل مستدام وركز على تطوير استراتيجيات لتعزيز الشركات بين قطاعي التكنولوجيا والطاقة لتلبية طلب الذكاء الاصطناعي على الطاقة وتوفيرها بشكل مستدام لدعم التوسع المتنامي في هذا القطاع الحيوي